ايام عصيبة عاشتها العاصمة المؤقتة عدن بعد مواجهات بين قوات الحماية الرئاسية ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا انتهت باضعاف وتغييب الشرعية وسيطرة مسلحي الانتقالي على قصر المعاشيق والعديد من المؤسسات الحكومية وعلى الرغم من تعارض حديثة سقوط عدن بيد الانتقالي مع اهداف التحارف المعلنة وهي دعم الشرعية الى ان وزير الداخلية احمد الميسري قال ان السعودية صمتت بشكل مريب منذ بداية احداث اسقاط عدن السعودية وبعد يوم من اندلاع المواجهات دعت الحكومة والانتقالي الى عقد اجتماع عاجل وهو ما وضع تساؤلات لدى مراقبين عن مضمون الدعوة التي نظرت للحكومة الشرعية كطرف وليس كسلطة سقطت مؤسساتها بيد مسلحين مدعومين اقليميا وفي جديد التحركات بشأن الازمة وصلت لجنة عسكرية سعودية اماراتية الى عدن لبحث مسألة انسحاب مسلحي الانتقالي من المواقع التي سيطروا عليها خلال الفترة الماضية الحكومة بعيد دعوة الرياض للحوار طالبت من انسحاب الحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي من المواقع التي سيطروا عليها في عدن قبل اي حوار سياسي معهم ووصفت ما حدث بالانقلاب المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا اكد استعداده للحوار الذي دعت له الرياض لكنه لم يظهر اي استعداد للانسحاب من المواقع التي سيطر عليها رغم تسريبه لاخبار تفيد بتسليم قصر المعاشيق للحراسة الرئاسية انقلاب ثاني اذا تعرضت له الشرعية في عدن وتقويض اخر للجامع السياسي الذي يرى مراقبون ان تغيبه يعني مزيدا من التشضي والحروب البينية في العديد من المحافظات اليمنية